لأن فلافيو الحقيقة حقق نجاحات كبيرة جدا مع المنتخب الفترة اللي فات لو حضركم تفتكروا بطولة أفريقيا اللي كانت في استاد القاهرة واللي حقيقة فاز فيها منتخب مصر بعد هزيمة في البداية كانت من منتخب الجزائر فلافيو قدر يحول الكفة بشكل كبير ونكسب بطولة أفريقيا بعد غياب على ما أتذكر خمس أو ست سنوات عن القمة الأفريقية فالنهاردة فلافيو حقق إنجاز مش كده بس جمع نقاط جيدة على المستوى الدولي ورح شارك في الدول العالمي في اليابان وفاز على اليابان في اليابان في مباركة مهمة جدا ودي كانت أحد أسباب تأهلنا لولمبياد باريس عشرين اربعة عشرين إذن الراجل نجح وباقتدار وخرج لنا لعيبة منهم سعودي السنتر بلوك اللي خد أحسن سنتر بلوك في أفريقيا في أول مشاركة ليه فعلية مع منتخب مصر الكبير الحقيقة فلافيو كان صدمة كبيرة جدا ليه إنه الحقيقة تم توجيه الشكر ليه ولكن هو الاتحاد الكرة الطائرة هو سيد قراره وهو اللي عارف اللعبة طلبة إيه وهو الحق وهو اللي خطت لهذا الإنجاز فأكيد هذا القرار جاء بعد دراسة وفية زي ما تفضلت طبعا ماري موضحت لحضراتكم أنه أكيد دي بعد دراسة مش 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 كلام أو مش قرار انفعالي وليه أسبابه وممكن نبقى نعرف أسبابه بعد كده ونعرضها على حضراتكم نروح لأحد الأحداث المهمة اللي حقيقة اللي بتصادفها مدينة شرم الشيخ مدينة السلام مصر الحقيقة يعني الفترة اللي فاتت آخر ثلاثة أربع سنوات بتشهد طفرة كبيرة في الاهتمام بالحرقة البراليمبية وأصحاب الهمم على أرض مصر يمكن كان دايما بالنادي في ده وده حصل مصر بتصديف كأس العالم لرفع الأثقال البراليمبي في شرم الشيخ في الفترة من عشرين لخمسة وعشرين مارس القادر وزا محددكم عارفين برضو احنا عندنا زي ما فيه البطولة الأولمبية أو دولة الأولمبيات باريس عشرين أربعة عشرين عندنا أولمبيات البراليمبية في عشرين أربعة عشرين أيضا في باريس وبتكون بعد الأولمبيات للأسوية عندنا أربعة وثلاثين دولة بتشارك وإيه؟ الحقيقة بدأت الوفود توصل على مطار شرم الشيخ استعدادا لهذه البطولة طيب الدول اللي شاركة أو المشاركة أو أكدت مشاركتها فيها دي البطولة الدول أربعة وثلاثين دولة أنجولا استراليا كوديفوري الكاميرون كولومبيا أبروس جمهورية الدومنيكان وأستونيا وأسبانيا وفرنسا جورجيا غانا غينيا المجر الهند العراق الأردن كينيا المغرب ملاوي جمهورية مولدوفا نيجيريا بنما بولندا بورتوريكو سيريليون سربيا توجو تركيا أوغندا اليمن زنبيا بالإضافة طبعا لمصر زي ما حضركم شايفين من كل أرجاء العالم النهاردة البطولات اللي بتستضاف على أرض مصر بيبقى ليها أو في المدن الكبيرة السياحية دي بيبقى ليها الحقيقة أهداف كثيرة جدا مش بس أهداف فنية ولكن أيضا أهداف سياحية النهاردة بتوصل العالم كله قدية مصر بلد الأمن والأمان بتابع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البرالنبية المصرية هو أحد الشخصيات المحترمة جدا 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 في الحركة البرالنبية المصرية بتابع طبعا آخر السعدات اللي هي البطولة وكمان عماد رمضان أمين السندوق اللجنة البرالنبية المصرية نتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا وزي ما حضركم فاكرين كنا استضافنا رباعة مصر فاطمة عمر الأسطورة الكبيرة على مستوى العالم مش على مستوى مصر يعني احنا متابعين بشكل جيد في قناة النادي الأهلي أبطالنا حتى البرالنبيين طبعا لأن لهم لها حق بالرغم أن هم ما بلعبوش في نادي الأهلي ولكن لهم حق علينا كبير فعلا كابتن هيسم ببقى ملف كبير جدا وبيتم تطويره يوم بعد يوم حتى مش بس على المستوى المحلي ولكن على المستوى الافريقي والقري وزي ما قال كابتن هيسم أن احنا يمكن مصر حريصة جدا على استضافة عدد كبير من البطولات مش بس الرسمية ولكن الودية كمان كان فيه بطولة مؤخرة كابتن هيسم أفرو عربية للبرافولي الحقيقة كان كل الناس بتشيد بالتنظيم الخاص بيها وبتشيد بالملاعب وبالاستضافة وبالحقيقة يعني الأماكن الخاصة بالإقامة فعلشان كده الحقيقة ملف البراليمبيكس هو ملف هام جدا ومصر تحديدا ويعني الاتحاد واللجنة مهتمين به اهتمام كبير جدا على أعلى مستوى والحقيقة ده بنشوفه في الفترات الأخيرة كابتن هيسم بشكل كبير جدا ويمكن البراليمبي وأصحاب الامام ليهم ميزة كبيرة جدا للدولة المصرية وفرتها لهم وهو دعم من وزارتين مختلفين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة ده طبعا بالإضافة لجنة المصرية ولكن النهاردة احنا بيعيش العصر الذهبي للاهتمام بأصحاب الهمم أو زاوي الهمم ولأن هم دول الحقيقة الأبطال الحقيقيين مرهم بتهيئة لكده خلصنا أخبارنا هنطلع لفاصل أعزائي المشاهدين النهاردة أبطالنا الحقيقة يعني حصدوا بطولة صعبة يمكن نادي الأهلي فيه أحداث كثيرة بتحصل أنتوا كمان من حقنا نحط الدوق عليها عشان حضرتكم تعرفوها جمهوري نادي الأهلي الوتر بولو أو كرة الماء يعني من الألعاب الصعبة جدا كان فيه ناديين الحقيقة يعني مش عايزة أقول محتكرين ولكن مسيطرين على كرة الماء في نادي الأهلي نادي الأهلي ليه تاريخ قديم في هذه البطولة ولكن غاب فترة خب 5-6-7 سنوات عن منصات التتويج رجع بخطة أو ثورة كبيرة في هذه اللعبة ووعدوا من سنتين أنهم يرجعوا تاني أول للدوري والحقيقة نجح هذا الفريق السنة اللي فاتت أن يفوز ببطولة الدوري ووعدوا السنة دي أنهم يثبتوا بجدرتهم يعني كان ممكن تفوز ببطولة دي تبقى دربة حاص ولكن النهاردة ما تفوز بالدوري للسنة التانية لأ أنت النهاردة بتقول أنا موجود وبقدر أنافس الجزيرة هوليوبلس اللي هم أصحاب التاريخ كبير في هذه اللعبة هيكون معانا ديوفنا بعد الفاصل أبطال الووتر بولو في أنادي هيكون معانا كابتن وليد عزة المدير الفني طبعا الكبير في الووتر بولو ويكون معانا خمسة من نوات